موسيقى 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 نعتبره من اعتقال وأораد المحرز هو اعتقال الكلمة الحرة والكاميرا الصادقة كان عنا موقف واضح في هذا وبيان اصدرناه وزيارتي اليوم فيها زوز عوامل العوامل الذاتية يعني عشت التجربة مع دار الصباح نظام من اجل حرية الكلمة وفي نفس الوقت من أجل قضية مهمة خاصة في ظرف نجهد فيه محاولة التكالب على الأعلام الحرب الذات والسيطرة عليه وإسكاته ونعتقد الإضراب الذي يتخذ في استرلاب من خبل أحمد أمين هو إضراب من أجل حرية الكلمة ونحن لهم وسندين في هذا بدون تحفظ وبدون أي احترازات ونعتقد اللي لابد أن كل القوى الحية تتجند من أجل الدفاع على نفس القضية مع سلطة هذه من توقع شيء توقع كان الخرق القانون توقع تصرفات الهوجات تصرفات الخارق القانون ونحتاج إلى ضغط مكتمل من جميع الأطراف لكي يتطبق القانون ونحن بعد الثورة أصبح تجاوز القانون أقوى مما قبل الثورة وهو أمر ملفت للانتباه فلذلك الاحتمالات كل واردة وعلينا أن نستعد إلى هذه الاحتمالات وأن ننظر بكل ما أتينا من قوة من أجل إفراج على الأخوة المعتقلين ومن أجل أيضا الاستعداد إلى مراحل أصعب من هذه مراحل أنه يقع فيها بمنع الكلمة الحرة علن أنه مباشرة وربما بأشكال أقوى وأخطر من ما كانت عليه السايدة قبل ثورة أربعة الجنف ترجمة نانسي قنقر